بس نبتدي الأول بالأسئلة التقليدية العادية وبعد كيا ندخل في الحاجات اللي بتوجع القلب يعني ايه إدمان؟ بص أقولك حاجة احنا لازم نفرق بين التعاطي والإدمان يعني ايه التعاطي؟ يعني مش معنى كده ان انا لقيت واحد قاعد في بار شرب كاس اقول ده مد من خمر ما نفعش واحد شرب سجارة تحشيش مرة اقول ده مد من حشيش تمام او وطفر بغض النظر عن نوع المادة اللي هو استخدمها ده اسمه متعاطي استخدم مقدرش اوصفه او اخط عليه خط من كلمة مد من تمام نفعش دي أول حاجة يعني المتعاطي حاجة بياخدها بشكل استثنائي كل فين وفين أو أيا كان غير المد من الإدمان له مظاهر ايه دي بقى قاعد عشان اوصف واحد او اختم عليه بكلمة مد من خلي بقى لكلمة مد مني غير مقبولة اجتماعيا في الدول في الدول الشرقية هم المفروض نقول ايه تاي؟ لا اللفظ نفسه مش مقبولة المرض نفسه غير مقبولة اجتماعيا غير برا يعني هنا مش مقبول وموجود لكن غير مقبول اجتماعيا ما حدش تحب بيسمعه كتير ما حدش تحب بيسمعه كتير مقبولة اجتماعيا في الدول الشرقية